مرحبا بكم مجددا الآن نمر إلى السؤال الثالث السؤال يقول ضع علامة في الخانة المقابلة للجملة السليمة مما يلي إذن أمامنا أربع جمل والجملة الصحيحة هنا هي الجملة الأخيرة ليت الكلمات المستعملة في أدب الأطفال مؤدية معانيها إذن هذه هي الجملة الصحيحة الآن سنشرح لماذا؟ أولا الجملة تتضمن جمع مؤنة سالم وجمع المؤنة السالم دائما عندما يأتي في محل إعرابي هو النصب فإنه ينصب بالكسرة التي تنوب عن الفتحة ثم إذا جاء بعده نعت فإن النعت يكون منصوبا إذن انتبهوا كثيرا لهذه الملاحظة فنقول ليت الكلمات المستعملة وليس ليت الكلمات المستعملة علينا أن لا ننجر ونسير وراء الإقاع الموسيقي إذن هنا الجملة تتصدر بليت وليت ناسخ حرفي والناسخ الحرفي ينصب الأول وهنا نصب الكلمات والكلمات نصبها بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنة سالم ثم المستعملة المستعملة هنا نعت تابع لمنعوته في حركة النصب إذن ليت الكلمات المستعملة في أدب الأطفال مؤدية إذن مؤدية هنا خبر ليت وهو مرفوع ونعلم أن النواسخ الحرفية تنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها لذلك فهنا مؤدية مرفوعة إذن هذه هي الجملة الصحيحة ثم السؤال الرابع يقول تبعا للنص إذن الجواب على هذا السؤال فهو حسب النص علينا أن نطلع على النص لكي نجيب عنه إذن ما هو السبب الذي يجعل القراءة مهمة صعبة أو لا يجعل القراءة مهمة صعبة على الأطفال إذن ضع علامة أمام الجواب الصحيح والجواب هنا هو جيم إذن حسب النصف ما يجعل القراءة مهمة صعبة على الأطفال هو عدم قدرتهم واستطاعتهم توظيف مخزون الجماعة أي معجم الجماعة معجم الصغار والكبار عدم قدرتهم على توظيف مخزون الجماعة اللغوي كله بمعنى أنه يرى أن الأطفال مستواهم اللغوي فهو بسيط ومعجمهم فهو بسيط أيضا السؤال الخامس سؤال متعلق بالمصادر مصادر الأفعال الثلاثية وغير الثلاثية أول فعل لدينا كرم إذن كرم على وزن فعالة وكل فعل غير ثلاثي على وزن فعالة مصدره يكون على وزن تفعيل إذن كرم مصدرها هو تكريم ثم لدينا أكرم أكرم على وزن أفعالة وكل فعل على وزن أفعالة يكون مصدره على وزن إفعال إذن أكرم إكرام لاحظوا جيدا فدائما يطرحون أسئلة متعلقة بالمصادر ولا يغيرون فقط الكلمات علينا أن نحفظ وزن أو مصادر أو زل أفعال غير الثلاثية لنجيبه بنجاح عن هذا السؤال إذن الفعل الموالي تكرم تكرم على وزن تفعالة وكل وزن على وزن تفعالة يكون مصدره على وزن تفعالة تدخل تدخل تقدم تقدم لدينا هنا تكرم إذن مصدرها هو تكرم 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 مصدرها سيكون هو كارمون كارما كارمون إذن بقي لدينا هنا فعل أو مصدر تكارمون وتكارمون فعله هو تكارما وتكارما غير مطروح من بالأفعال المقترحة علينا تكارما تكارمون تداخل تداخل أي كل فعل على وزن تفاعل يكون مصدره على وزن تفاعل إذن إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الفيديو سنتم تصحيح باقي الأسئلة في الفيديو الموالي إن شاء الله والفيديوهات الموالية كذلك إن شاء الله لا تنسوا متابعة القناة حتى تتوصلون بكل جديد شكرا لكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله